أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة أمام قمة أهداف التنمية المستدامة أهمية الالتزام العالمي بتسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الأزمات الدولية المتعاقبة وأشدد وزير الخارجية المصرية على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لتعزيز قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف على تقديم التمويل التنموي اللازم وفقاً للأولويات الوطنية للدول النامية استعرض شكري خلال كلمته أولويات وجهود مصر في تنفيذ أجندتها التنموية رؤية مصر 2030 وبما في ذلك مبادرة حياة كريمة هذا وشرك وزير الخارجية المصري في الاجتماع الوزرية الخاص بحياء جهود دعم عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك على أهمشع أعمال الجامعية العامة في نيويورك وأعرب الوزير المصري في كلمته خلال الاجتماع عن تطلع مصر لمناقشة السبل والجهود المحتملة على مسار إعادة أحياء عملية السلام والعملية على تحفيز الأطراف المعنية للوصول إلى سلام عادل ودائم وأكد أن السلام العادل يأطل الأساس الوحيد والقابل للتطبيق من أجل تنفيذ المساعي والرامية أو المساعي الرامية لترسيخ التكامل والتعاون والتعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط